من هو أول شعب سكن الأرض وما اسم أول مدينة في العالم وكيف نشأت أول حضارة في التاريخ ذكرنا لكم في الحلقة السابقة كيف خرج أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة وانتهينا إلى أن قابيل وأخته قد ولد في الجنة قبل الخروج منها وأن أمنا حواء ولدت هابيل وأخته بعد الخروج من الجنة وقد سكنوا جميعا في منطقة قريبة من مكة المكرمة كانت صنة الله أن يتزوج كل زكر من الأنسى من البطن الثانية وكانت أخت قابيل شديدة الجمال كانت قريبة شبه بأمها حواء فطمع بها أخوها قابيل وقال أنا أحق بها من هابيل وقال أنا ولدت معها في الجنة أما هابيل فولد مع أخته على الأرض وكانت هذه بداية الشر على الأرض فقد حدث مال يحمد عقباه بعد أن ودت حواء قابيل وهابيل وأصبح قادرين على العمل قابيل كان في طبعه خشونة وشدة وكان يعمل بالزراعة أما هابيل فكان فيه ليونة ورقة وكان يعمل بالرعي كان الله قد شرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال حيث كان يولد له في كل بطن زكر وأنسى فكان يزوج أنسى هذا البطن لزكر البطن الآخر وكانت أخت هابيل أقل جمالا من أخت قابيل فأراد قابيل وهو الأخ الأكبر أن يستأثر بها على أخيه وقال هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن يتزوج بها فأبى آدم ذلك إلا أن يقرب قربانا فمن تقبل منه فهي له وفي يوم كان آدم عليه السلام قد غاب عنهما يريد مكة كما أمره الله وقبل أن يغادر استأمن على ولديه السماء فأبت وقال للأرض فأبت وقال للجبال فأبت فقال لقابيل فوافق وقال نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يصر فلما انطلق آدم قرب قربانا فقرب هابيل كبشا من أفضل ما عنده وقرب قابيل زرعا غير صالح فتقبل من هابيل ولما تقبل من قابيل فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنجح أختي فقال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين والقربان هو هدية تقدم لله سبحانه وتعالى مثل الهدى اليوم الذي هو هدية نهديها لله سبحانه وتعالى أو الصدقات والزكاة وكان عندهم علامة في قبول القربان أن الله سبحانه وتعالى يرسل نارا على الصدقة أو القربان فإذا أكلته النار فهذا يعني قبوله عند الله والذي لا تأكله النار غير مقبول وقيل أنه ذات عشية تأخر هابيل في غنمه فأرسل آدم قابيل لينظر مبال أخيه فقال قابيل في نفسه الليلة أقتله وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب فقال يا هابيل تقبل قربانك ورد على قرباني لأقتلنك فقال هابيل قربت أطرب مالي وقربت أنت أغبز مالك وإن الله لا يقبل إلا الطيب إنما يتقبل الله من المتقين إن أردت قتلي فأنت ستبرو باسم قتلي مع اسمك الأول ومعصيتك لأمر الله فلما قالها غضب قابيل فقتله بحديدة وقيل بصخرة ثم حمل أخاه على ظهره وبدأ يسير به ولا يعرف ماذا يفعل فأنزر الله سبحانه وتعالى غرابين فتقاتله فقتل أحدهما الآخر أمام نظر قابيل فرأى الغراب الحي وقد بدأ يحفر في الطراب ودفع بجسة الغراب الميت ثم حس عليه الطراب فتعلم قابيل من الغراب كيف يدفن أخاه فحفر في الأرض فوضع فيها قابيل في الحفرة وحس عليه الطراب وأصبح نادما على فعلته لكنه ما استغفر وما تاب تربة النصيحة فالتربة النصوح لا يكفي فيها الندم بل لابد أن يستغفر الله وذكر لنا الله سبحانه وتعالى ما حدث بين قابيل وهابيل واتل عليهم نباء ابني آدم بالحق إذ قربا كربانا فتقبل من أحدهما ولما تقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن أتبوى بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الصالمين فتوعيت له نفسه قتل أخيه فقتله وفأصبح من الخاصرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين لما قتل قابيل هابيل هرب لم يرد أن يواجه آدم وأخذ معه زوجته وعاش في السهول وكان آدم وزهريته يعوشون كرب الجبال فعاش قابيل في السهول وانقطع عن آدم وبدأت تتناسى زهريته وانتشرت بينهم الفواحش ومعصية الله ومخالفة شريعة الله لكنهم كانوا يعبدون الله ولم يعبدوا الأصنام وانقسم الناس إلى قسمين أهل الشر مع قابيل وأهل الخير مع آدم وأبناء آدم الآخرين فبعد أن قتل قابيل أخاه هابيل قام آدم عليه السلام بنفي قابيل من الأرض التي كان يعيش عليها وهي فوق أحد الجبال فنزل قابيل مع أختي التي قتل أخاه هابيل حتى يتزوجها وسكن الوادي أسفل الجبل أنجب آدم عليه السلام طوال فترة حياته ولا تستمرت ألف عام شعبا كاملا وفي أسفل الجبل أنجب قابيل وزرجته أيضا شعبا كاملا واتفق المفسرون المسلمون مع المفسرين اليهود والمسيحيين أن شعب آدم عليه السلام كان على الإيمان الكامل وشعب قابيل كان يعيش على جميع مختلف المعاصي فيكفي أن تعرف أن كل المعاصي التي يفعلها البشر منذ بدء الخليقة وحتى الآن كانت بدايتها من صنع شعب قابيل فقد وصفهم القرآن بالجاهلية الأولى في قوله تعالى وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا بتبرج الجاهلية الأولى وفي تفسير ذلك وبأنهم شعب قابيل قال حدثني ابن زهير قال موسى ابن اسماعيل قال داود يعني ابن أبا الفراط قال علباء ابن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال تلا هذه الآية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى قال كان فيما بين نوح وإدريس وكانت ألف سنة وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل وكان رجال الجبل صباحا وفي النساء دماما وكان النساء السهل صباحا وفي الرجال دماما وإن ابنيس أتى رجل من أهل السهل في سورة غلام فأجر نفسه منه وكان يخدمه واتخذ ابنيس شيئا مثل ذلك الذي يزمر فيه الدعاء فجاء فيه بصوت لم يسمع مثله فبلغ ذلك من حولهم فانتربوهم يسمعون إليه واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة قال ويتزين النساء للرجال وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلك فرع النساء فأتى أصحابه في أخبارهم بذلك فتحولوا إليهن فنزلوا معهن فظهرت الفاحشة فيهن فهو قول الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أما في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى وهناك في الأرض الغريبة بنى مدينة ودعا اسمها على اسم ابن حنوك ومعناه افتتاح أو تتشين وهكذا اخترى كارين طريق العالم وامتلاك الأرض ولها عن نفسه وخلاصه بغرور الغنى وهموم الحياة ولم يعد يفكر في الله وفي عبادته وانهمك هو وبنوه في تأمين حياتهم على الأرض والتمتع بملذاتها بعيدا عن الله ولأول مرة يذكر الكتاب زواج رجل من امرأتين واتخذ لأمك لنفسه امرأتين وذلك بخلاف الطبيعة التي جبل عليها الإنسان ثم ظهرت أنواع الاختراعات من ضرب بالعود والمزمار إلى ضرب على كل آلة من نحاس وحديد ونمى معها الشعور بالذات والافتخار بكوة البطش والقدرة على الانتقام وهكذا يظهر مقدار موت الضمير واستمراء الشر واستشراء الخطية هذا هو الطريق الذي اختراه قرين وزوريته إذن قبيل هو أول الشر على الأرض وهو من أسس أول أمم الضلال والشر على الأرض بمعنى آخر فإن قبيل هو المادة الخام للشر بين البشر لكن هل بعد ما فعلوا قبيل من شرور ومعاصي هل مات أم أصبح من المنظرين مثل إبليس مخلط من يموت إلى يوم القيامة أسمع أحدكم يقول لي لا إن هذا الأمر اختص به إبليس فقط وليس هناك أحد من البشر باقيا إلى يوم القيامة إلا إبليس أقول له إذن ما رأيك في الآتي يقول تعالى لإبليس قال رب فانزرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم الآية الكريمة تقول من المنظرين والمنظرين هنا جمع وهذا يؤكد وجود منظرين آخرين غير إبليس انظر أيضا إلى هذه الآية وقال الذين كفر ربنا أرن الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين انظر إلى الضقة المتناهية في البلاغة هنا حضر الله سبحانه وتعالى إثنين فقط ستطالب جميع الأمة التي ضلت وكفرت وكان مصيرها العذاب الأبدي في النار بإثنين فقط أحدهما من الجن ونحن نعلم من هو إبليس بالطبع والآخر من الإنس حتى ينتقموا من هذين الإثنين والذين كانت سرى في ضلال ودخول كل تلك الأمم إلى النار إن كان الأول هو إبليس من الجن فمن إذن هو الإنسان الذي سيتسبب في ضلال كل الأمم بلا استثناء وهذا يؤكد كلام الذي بدأت به في الفيديو وهو أن هناك رجلا هو الأخطر على مر التاريخ ضمر الأديان وأهلك الأمم ولكن من يكون هذا الإنسان وحتى نعرف من هو يجب أن نحلل الآية الكريمة بشكل علمي تتفق معي طبعا في أنه يجب أن يكون هذا الإنسان له نفس صفات إبليس أولا أن يكون لحم من الشر ما لا يقل عن إبليس ثانيا أن يكون منظر إلى يوم القيامة مثل إبليس فلا يعقل أن تدعى كل الأمم على إنسان عاش فترة قصيرة من الزمن ويكون سببا في ضلال كل الأمم فمثلما أضل إبليس كل الأمم بأنه كان من المنظرين وبالتالي عاصر كل تلك الأمم ليضلهم فيجب أن يكون هذا الإنسان أيضا يملك نفس الميزة وإلا لماذا طلبت كل الأمم براقباته تضعوا مع إبليس أسفل أقدامهم عقابا لهم على إضلالهم وإهلاقهم لهم ثالثا يجب أن يمتلك صفات خارقة حتى يستطيع التأثير على كل تلك الأمم والوصول لهم في كل مكان وزمان وأن يمتلك الوسائل التي تمكنهم من إقناعهم بما يقول مثل إبليس إذن نحن متفكون أننا أمام رجل خطير عاصر كل الأمم والأجناس وحرف الغرب الليبية العظمى من الأديان والمعتقدات على مر التاريخ وبالطبع لن نتوفر هذه الصفة في إنسان إلا قابيل فهو من أول البشر وبالتالي تكون له الميزة الأولى في أن يعاصر كل الأمم من بداية تكوين الأمم وله ميزة أخرى أنه أول من سنى كل المعاصي على الأرض من القتل والزنة والمعازف والرقص والخمور وحتى عبارة الأصنام كما سنعرف في فيديوهات لاحقة بإذن الله ولكن كيف ذكر قابيل في الكتاب المقدس فقال قاين للرب زنبي أعظم من أن يحتمل إنك قد ترطني اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك أختفي وأكون تائها وهاربا في الأرض فيكون كل من رجدني يقتلني فقال له الرب لذلك كل من قتل قاين فسبعة أضعاف ينتقم منه وجعل رب لقاين علامة لكي لا يقتله كل من وجده إذن رغم الجرم الشديد الذي ارتكب قابيل بقتل أخيه هابيل إلا أن الله حرم على أي أحد أن يمسه أو يقتله وأعطاه علامة حتى يخشى ويخاف الجميع من المساس به أو إزاؤه من هنا وفي هذه اللحظة تبدأ قصة نشأة الحضارات على الأرض هناك عدة نقاط غاية في الأهمية ستجعلك تفهم جميع الأحداث اللاحقة في التاريخ البشري أولا سيدنا آدم وزريته كانوا عمالقة أطوالهم لتقل عن 30 مترا عمرهم لتقل عن الألف عام لذلك عندما تحاول فهم الحضارات الأولى التي نشأت على الأرض يجب عليك استعاب أن البشر الأوائل ليسوا مثلنا لكنهم استثنائيون بمعنى الكلمة ثانيا أن البشر الأوائل انقسموا في البداية إلى شعبين الأول شعب مؤمن وموحد وعابد لله وهم أبناء آدم كانوا يسكنون أعالي الأرض والثاني شعب قبيل وزريته والثاني شعب قبيل وزوجته وهم أول من ابتدعوا شتى أنواع المعاصي لكنهم أيضا كانوا على الإيمان ولم يخفوه بالله عز وجل وكانوا يسكنون السهول ثالثا أن البشر الأوائل لم يكونوا بدائيين كما يدرسون لها في المجاهد الدراسية والكتب العلمية لكنهم كانوا أصحاب علوم إلهية أقصر تطوعا وتقدما من علومنا في زمننا الحاضر فأبونا آدم عاشا أولا في جنة هي أقصى أحلام كل الحضارات على الأرض في كل الأزمنة فلتعتقدون أنه بعد خروجه منها عاشا في الكهوف وليس سريش كما يدعون وأنه هو وزريته من بعده اكتشفوا كل شيء تترييا وأنه وزريته لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة وأنهم كانوا ليستطيعون الكلام بلغة مفهومة تدرسونه في المدارس والجامعات أليس هذا ما تشاهدونه في جميع وسائل الإعلام والأفلام الوسائقية أليس هذا ما قد استقر في عقولكم ورقدانكم أليست هذه الصورة النمطية عن الإنسان الأول البداية التي تظهر أمام أعينكم عندما تسمعون اسم الإنسان الأول كيف تصدقون هذا الكلام الفرق وقد سمعتم رب العزة يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عراضهم على الملائكة فقال أنبؤوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أبانا آدم كان يعلم ما لا تعلمه الملائكة بإذن الله كان يعلم علوما لم نعرفها حتى في زمننا هذا فآدم كان يعلم جميع العلوم من بداية الزمان حتى نهايته وقد أورى استلقى العلوم لأبنائه خصوصا ابنه شيس نأتي الآن لحظة فارقة في تاريخ البشرية كلها وفاة آدم والوصية لابنه شيس عليه السلام وقصة وفاة آدم عليه السلام رويت في أحاديث كثيرة فيها تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته طريقة دفن التي أصبحت من بعده سنة البشر في دفن موتاه لا كما فعل قبيل بأخيه بل كما علمنا الله من خلال دفن الملائكة لآدم عليه السلام والقصة في الحديث عن عطب بن دمراء قال رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا هذا أبي ابن كعب فقال إن آدم عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه أيا بني إني أشتهي من صمار الجنة فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوته ومعهم الفقوس والمساحي والمكاتل فقالوا لهم يا بني آدم ما تردون وما تطلبون أو ما تردون وأين تذهبون قالوا أبونا مريد فاشتهى من صمار الجنة قالوا لهم ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم فلزات بآدم فقال إليك إليك عني فإني إنما أوتيت من قبل خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خارجوا من القبر ثم حسوا عليه الطراب ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم وقبل أن يموت كان قد عهد لابنه شيس الذي رزقه الله تعالى لآدم بعد موت هابيل وكلمت شيس معناها هبة الله أي نعمة الله وعلمه حسابات الليل والنهار علمه العبادة في تلك الساعات وقد جاء في حديث أبي زير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل مائة صحيفة وأربعة صحف على شيس خمسين صحيفة وتولى شيس ابن آدم الحكم والنبوة من بعده وصار يحكم في الأرض بالعدل والخير قيل أنه أول من أقم بناء الكعبة على أساسات الملائكة ونتوقف عند هذا الحديث الشريف قليلا تخيلوا معي أن البشرية ما زالت في مهدها والحضارة البشرية ما زالت في بدايتها ورغم ذلك أنزل الله على نبيه شيس نصف الصحف التي أنزلها على بقية البشرية كلها حتى نهاية الزمان تعتقدون من السبب؟ السبب بالطبع هو أن الله أنزل الكثير من العلوم التي علمها لآدم في هذه الصحف حتى يستطيع البشر إعمار الأرض كما أمرهم الله فهل ما زلت تصدق أن هؤلاء القوم أجدان الأوائل كانوا بدائيين يعيشون في الكهور؟ نعود إلى باقي أبناء آدم فكما ذكرنا نشأت هنا حضارتين الأولى كانت فوق المناطق المرتفعة وكان يسكنها المؤمنون العابدون مع أبيهم آدم ومن بعده ابنه شيس والأخرى كانت تحيد بالأولى من كل جانب في السهول والمناطق المنخفضة وكان سكانها من أبناء قبيل ولكن أين تلك المنطقة تحديدا؟ تشير أغلب أقوال العلماء أن آدم وابنه شيس هم من بنوا الكعبة الشريفة فقال تعالى أن أول بيت وضع للناس الذي ببكى مباركا وهدى للعالمين وعن أبي الزير قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كان بينهما قال أربعون سنة وبالطبع لن ينزل الله آدم وزريته للأرض حتى يعبدوه من دون أن يبني لهم قبلة يتوجهوا جميعا إليها وبما أن أول بيت وضع للناس كان مكة نفهم من الآية الكريمة والحديث الشريف أن مكان إقامة الشعب الأول كان في مكة وما حولها حتى فلسطين فبين بناء الكعبة والمسجد الأقصى أربعين سنة وهذا فرق بسيط بالنسبة لأعمار البشر في هذا الوقت والتي كانت أعمارهم تتخطى الألف عام ولن نستغرب من كبر مساحة بين مكة والقدس فكما ذكرنا من قبل هؤلاء كانوا عمالقة فبالنسبة لهم هذه المنطقة مجرد مدينة صغيرة أو حتى قرية وبالنسبة للشعب الآخر أبناء قبيل فقد استوطنوا المنطقة التي تحيد بتلك المنطقة وسكنوا في مصر والعراق واليمن وجنوب وسط تركيا وقد كانت هذه الدائرة بالنسبة لهم والأحجامهم أيضا مجرد بلدة صغيرة ولا تنسوا أيضا كما ذكرنا لكم من قبل لم تكن هناك حدود ولا البحار ولا فواصل بين تلك المناطق وللتحولت الآن لدول تتعارك مع بعضها البعض ويدعي أصحاب كل دولة أنهم أصحى الحضارة الأولى على الأرض فكما سمعنا من معارك على شفكات التواصل الاجتماعي وخصوصا بين المصريين واليمنيين والسعوديين والعراقيين والسوريين وكل منهم يدعي أنه صاحب أول حضارة وأقدم دولة أقيمة على الأرض وللأسف هم يعلمون أنهم ضحية لعبة دنيئة صدرها لهم أعداءهم حتى يزيد الفرقة بينهم فبعد أنفرقوا بين الإخوة عن طريق اتفاقيات ترسيم الحدود بين البلاد العربية يعملون الآن على التفريق بين الشعوب عن طريق بس العصبيات بينهم وكل فترة يخرجون علينا باكتشافات تجعل كل شعب يزداد رقينا بأنه صاحب الحق في الدعاء أنه أقدم شعب على وجه الأرض ولكني أعلنها وأؤكدها لكم الآن جميعكم على حق فأجددنا الأوائل سكنوا كل تلك البلاد في نفس الوقت وأجددنا كانوا عن مالقة أرضنا كانت خير أرض في العالم كله لذلك كنا نحن جميعا أصحاب أول حضارات في تاريخ البشرية ولكن ما الذي حدث بعد ذلك كيف تحول الشعبين إلى شعب واحد وما هي قصة المدن التي استولع عليها البشر من مالك الجن وكيف شن الجن والشياطين حربا ضخمة وكبيرة ضد البشر وكيف انتهت تلك الحرب وما هي نتيجتها كل تلك الأسرار ومعلومات الحصرية سنكشفها لكم بإذن الله في الفيديو القادم لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو ومشاركته حتى يصل لكل الناس وإلى اللقاء بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته